ولا يوفته والمهندس عدلي في المدينة هتدي لك مثل بقى عشان نفاهم الناس اه انا شركة عندي منتج عايز اعلن عنه هايقولولي طيب نجيب لك هنيدي ولا عدل القيعي هنيدي بس خلي بقى لك ان هنيدي ده بياخد وان تو تن يعني علي ياخد جنيه التاني حياخد اتنين مئة جنيه اه مئة جنيه اروح انا اقول لهم لا انا زي هنيدي مش هيجيلي صحيح هو اصلي ده قرار اللي بيدفع الراعي ده ده فلوسه اي وهو منتجه وعايز منه حاجة اي فهو بيدفع كتير في هنيدي لان عارف ان المرضود انا بدي مثل اي عارف ان المرضود من الراجل اللي حيعمل الانه اه اي هجيب له فلوسه اي ده هو ساعات ييجي ويقولوك اي طب ما هو لو بالمجد بتاعتك ميزانهتك مش كتير ما تاخد بقى عدلي ها حيقولهم والله انا ساعات يعني مش هعمل اللي انا عايزه من الاعلان او ساعاته ممكن يقول اي طيب وعدلي ده هياخد مني كم اه ممكن فرق الفلوس يسمحلي ان انا اروح لحد بين عدل و هنيدي اللي انا عايز اقوله اه ان مفيش حاجة السوق كده اي مش موجودة الا ممكن يبقى اه دي كل نادي وممكن يتمادوا زي ما بيعملوا مع الاهالي كده او النادي اللي اهالي لا مش هديله لانه ميزانيته كبيرة وده مش فيرة على فكرة طيب ماشي هنا فيه ما يتم توزيعه من الدولة مالوش علاقة بالرعاية ولا القيم التسوقية دي دعم دعم هنا الدعم يفهم انه بيروح للناس التي تستحق بظروفها ومكانتها وما عندهاش في الظرف اللي احنا فيه ده موارد تسمح لها بالتنافس بشكل جيد اروح دعم لكن يا باش مهندس محدش قالك انك انت يعني لا تسعى يعني مش معقولة انا انا لما اكون نادي لازم ادرس المشكلة التمليئة بتاعتي دي على مدى ال 15 سنة اللي فاتت على الاقل يعني ويكون لقيت موارد واساليب جديدة تجيبلي تجيبلي فلوس يعني انا مش عايزة مش عايزة ازاي ما اقول ايه مش عايزة اقف في حزاء احد مش هحط رجلي في جزمة حال اه ده مثل على فكرة مهزب جدا ومثل واقع جدا انه كل واحد مقاسه اه لا مش حقدر اعمل كده كل واحد قادرة باللي رايحه اه وقادرة بمشاكله لكن لابد ان كل شخص يستطيع ان يجد من الوسائل الغير تقليدية انه يصلح جزمته ظروفه يصلح ظروفه اه من غير ما ينظر ويقولك ايش معنى ده مهما يشمعنى ده هتعطالك هتبضل طول ايش معنى طول عمرك مش هتجد الاجابة غير في القيمة التسوقية بتاعت الفوارق اللي بين المؤسسات والبشر اذا ده كلام واضح والمفروض انه يكون بديهي اوي والرجل ده رجل اعمال يعني عارف انه كل حاجة لها حجم وكل حاجة لها سع حقوق الرعاية الاعلانية متعلقة مؤسرة في صناعة الشعبية البطولات مؤسرة في حجم شعبية النادي في السوق ومن ثم الاقبال عليه والتعرض الاعلاني اكتر بالنسباله لكن مالوش علاقة بالبطولات البطولات واحدة من المعايير المؤسرة في توزيع عوائد البس في حالة التوزيع الجماعي عندهم نقاط كتيرة جدا بيتمت على اساسها توزيع الفلوس لكن حقوق الرعاية هي في الأصل حقوق إعلانية تتاجه للقاعدة الشعبية الأكبر ده الكلام اللي المفروض يكون واضح لكن للأسف وهم السنين خلى الناس بتدور للأهل على أي حاجة حتى لما الأهل اتعادل مع الإسماعيلي طلع بيان يقول ضربة جزاء مشكوك فيها بشهادة خبراء الحكام أو خبراء التحقيق كلام ده تقال في بيان رسمي عشان كده هنرد عليه